اشتركوا في القناة خطين متقابلين كل خط بطول معلوم والخطين المتقابلين بيساو نفس المسافة كلام انا ممكن ما استوعبوش انما لو حد اديني رسمة مرسوم فيها مستطيل وبصت كده عليه اقول ايه اه ده مستطيل ده مربع ده دايرة ده شكل مخمص اقدر ان انا اقرأ بسهولة فالرسم الفني ياولاد هو لغة للتواصل يعني ممكن من خلال رسمة عندي بقى رسم حرة عندي رسمة هندسي الرسم الفني اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة هو عبارة ان انا بعبر بلغتي او بعبر بالشيء اللي انا عايز اوضحه عن طريق الرسم طب علشان اقدر اوصل المعلومة دي وعبر او اطلع المخرج بتاعي او اطلع الرسم اللي انا عايز اقوله بعمل ايه لازم يكون عندي الاول ادوات ادوات الرسم طبعا احنا عارفينها واحنا كنا في ثلث اعداد دي كان دايما معينا المسطرة والقلم الرصاص بنرسم بيها والبرجل احيانا لو انا عايز اعمل دوي لما دخلنا بقى دلوقتي في سنة اولى في التعليم الفني الصناعي في التخصص بتاعنا لقينا عندنا بعض الادوات او بعض الرسومات اللي بتحتاج ادوات معينة علشان اقدر اطلع الرسم زي ايه يا ولاد زي مثلا عندنا بعض الادوات هنتكلم عنها زي المسطرة العادية زي المسلسات زي البراجل بس ليها انواع مختلفة زي مسلسات بانواع مختلفة ازاي هنقدر نعمل الزوايا ازاي نقدر نرسم زاوية 30 زاوية 60 كمان هنعرف من خلال وحدة الرسم الفني ازاي نقدر نرسم الايزومترك الايزومترك ده عبارة عن رسمة بس بتكون زي ايه زي رسمة سلاسية الابعيد بتبقى جايبالي الرسم من كل الجهات كمان هنعرف ازاي لما نرسم الايزومترك ده نقدر نطلع المساكت التلاتة عليه واقدر اننا بكل سهولة اوضح الرسمة بتاعتي علشان اعمل ده عندنا مخرجات للتعلم كم مخرج يلا نشوفهم مع بعض مخرجات التعلم اللي احنا هنتكلم عنها فيه وحدة الرسم الفني اول مخرج المخرج الاول اسمه يجهز ادوات الرسم الفني المختلفة زي ما احنا اتفقنا علشان اقدر ارسم لازم اجهز الادوات الاول اللي انا هشتغل بيها المخرج التاني يرسم العمليات والاشكال الهندسية الاساسية يعني معنى كده ان فيه اشكال هندسية اساسية وفيه اشكال هندسية مش اساسية عندي او طبعا هنتكلم عنها كمان من مخرجات التعلم المخرج التالت يرسم المنظور الهندسي بزاوية 30 هتعلم او هعرف ازاي ارسم المنظور الهندسي بزاوية 30 الزاوية 30 دي هجيبها منين يمس عن طريق المسلس المخرج الرابع او مخرج التعلم الرابع يرسم المساقط السلاسة من المنظور الهندسي بزاوية 30 مش بس هرسم المنظور لا دي أنا كمان هطلع منه التلات مصاقط المخرج الخامس يفسر الرموز والمصطلحات الميكانيكية يعني بعد المفروض ما خلص الرسمة بتاعتي لازم أشوف الرسمة دي أبدأ أفسر الرموز بتاعتها أحط الأبعاد بتاعتها أبدأ أشوف وهنا فيه دويرة أحط لها بعد طب الدايرة دي دايرة كاملة ولا الدايرة دي نص دايرة ده قوس ليه بعد يدي زاوية ليها بعد ده إن أنا أقدر أفسر الرموز والمصطلحات الميكانيكية كمان لو في علامات تشغيل على الرسم هنا كده دي صورة لبعض الأدوات اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هنبدأ نتكلم يا أولاد عن المخرج الأول وهو يجهز أدوات الرسم الفني المختلفة أدوات الرسم الفني هي عبارة عن إيه؟ علشان أرسم يا سنة أولى لازم الأول يكون عندي ورقة أرسم عليه هو أنا ينفع أمسك الألم وأبدأ أرسم كده في أي مكان لا لازم الأول يكون موجود عندي ورقة الورقة علشان أبدأ أطلع الرسم طيب الورقة بتاع الرسم ده على حسب إيه؟ أكيد على حسب مقاس الرسم اللي عندي يعني لو أنا عندي مثلا هرسم أيزومترك بالأبعاد بتاعته ببيرة هجيب ورقة تكون المقياس بتاعها كبير وهنتكلم دلوقتي يعني إيه المقياس كبير طب لو رسمة زغيرة أو أبعادها زغيرة هستخدم الورقة على حسب الأبعاد طب هو إحنا يمس بنختار الورقة اللي إحنا عايزين نشتغل عليه إحنا بنختار الورقة اللي إحنا عايزين نشتغل عليه بس المعلم بتاعي أو المدرس بتاعي أو المس أو المستر هما اللي بيقولوا إحنا هنستخدم ورقة A4, A3 هنستخدم على حسب الرسم اللي عندنا وبنبدأ إن إحنا نرسم الأبعاد أو نرسم الرسمات اللي مطلوبة من يلا نشوف مع بعض إيه هي الورقة بتاعت الرسم وهل لها مواصفات ولا لأ ولا أي ورقة بشتغل عليها وخلاص يلا نشوف مع بعض ورق الرسم القياسي أو الرسم الهندسي أو الرسم الفني يجب أن يراعى في اختيار ورق الرسم المواصفات الأتية علشان أرسم لازم يكون عندي مواصفات للرسم أنا عارفها إيه هي الورق اللي عندي؟ عندي ورق A0 دي بتكون أكبر ورق أولاد زي ما إحنا شايفين ده كده الحجم التاعها اللي هي الـ A0 طب الـ A1 بيبدأ يعمل لي إيه الورقة نصين إيه تو اللي هي A1 وإيه تو بيبدأ الحجم الورقة بتاعي يتقسم نصين طب إيه سري بيقسمني الإيه تو A4 وA5 وهكذا لحد ما بوصل دي مقاسات كلها ليه ورق الرسم اللي موجود عندنا وطبعا زي ما إحنا شايفين وهنتكلم دلوقتي إنه كل ورقة لها أبعاد معينة محددة طيب من مواصفات الورق ده إيه؟ لا يتمزق عند الرسم عليه وأنا برسم برسم بالألم الرصاص أو برسم بألم التحبير أو برسم بأي ألم أو برسم ببرجل دواير إن الورق يكون الخامة بتاعته كويسة ما بتتقطعش وأنا برسم كمان لو أنا بستخدم مثلا مصطرة اللي هي المصطرة الحديدية دي برضو والبراجل لازم يكون الورق عندي قوي علشان يقدر يستحمل الأدوات يحتفظ بأثار الخطوط عند مسحها يعني لما أجي أرسم وأمسح الخطوط ألاقي إن الورق بتاعتي الرسم ما بيروحش خالص لإني فيه خطوط أنا بمسحها وارجع تاني أحتاجها يتغير لونه مع مرور الزمن أو يتآكل لازم الورق اللي يكون عندي اللي أنا برسم به يكون اللون بتاعه سابت إن أنا مثلا ممكن المس أو المسطر يقول لي إيه؟ إحنا هنبدأ الرسومات بتاعتنا في أول السنة أنا محتاج عشر رسومات هنعملها أنا عندي الرسم بتاعي عشر رسومات محتاجة طب هو أنا هسلم رسومات يا ميس؟ لا أنا هستلمها منك في آخر السنة بس إحنا بنتابع وإنت بترسم وبشوف إنت بترسم صحة ولا غلط أو إنت بترسمي صحة ولا غلط وبنبدأ نصحح مع بعض ولو فيه لوحة بتتعاد طيب أنا مفروض إن أنا أحتفظ بالورق ده عشان إيه؟ علشان بعد ما تقيم يكون عندي في ملف الإنجاز بتاعي موجود عندي كل الرسم اللي موجود ده ده شغلي وتعبي طيب مهم جدا يا سنقولة إن أنا لما اختور نوعية الورق الورق بتاعي يكون ما بيتأكلش بسهولة مش مجرد ورق خفيف مجرد ما حطه في الحفظة وعينه أجا طلعه ألاقي الورق اتهارة كده والتاكل لا ألاقي الرسم مش واضح فيه كمان ما بيتغيرش لونه إن مصفات الورق الجيد إن لونه ما بيتغيرش علشان ما يأثرش على الرسم اللي موجود عليه ده كمان شكل للورق يا سنقولة بصوا كده معي هنا ده شكل للورق اللي احنا بنقول لازم يكون ورق كويس شايفين حتى السمك بتاع الورق واضح إن هو ورق متين كمان إيه من المواصفات لا ينتص الرطوبة حتى لا يتأثر زي ما احنا قلنا بالرسومات يعني يكون مقاوم للرطوبة علشان لما حطه مثلا وعينه في الفايل بتاعي وفي الدرج ما يحصل لش رطوبة ويبدأ الرسم بتاعي يبوز مقاوم التصرب عند الرسم عليه بالحبل يعني ايه يعني المفروض لما اجي ارسم بالحبر ملاقيش الورق بتاعتي بتفرش مني فيه ورق لما نيجي نكتب بالقلم الحبر ألاقيه القلم الحبر بدأ ايه يفرش يعني ايه يعني يطلع كده مش الخط بتاعي طلعه مستقيم تحس إنه هو مطلع كده أجزاء من القلم مهم جدا إن أنا أجرب الورق لو أنا هستخدم إلم التحبير إن أنا أجرب الورقة إن التحبير بتاعي ما يكونش بيفرش على الورق يقاوم التكسر عند الرسم عليه يعني وانا برسم او وانا خلصت رسمي بتاعي والمفروض ان انا اطبق الورق بتاعتي واعنى علشان ابدأ ان انا احطها في ملف الانجاز بتاعي يكون الورق ده بيقاوم التكسر مش مجرد ان انا ممسك ولا ايه بيتكرمش في ايديه وبيبوز بصورة طب فيه مواصفات كمان يا ميس اه فيه بقى ورق ناعم فيه ورق خشن فيه ورق متوسط ده على حسب ايه على حسب الاقلام اللي انا برسم بيها وعلى حسب الادوات اللي انا برسم بيها وعلى حسب الرسم اللي انا عايزه كمان ببدأ اقول هو الرسم اللي انا عايزه ده هل انا هلونه اه لو انا هلونه بقى يبقى انا محتاج ورق تستحمل شوية لا انا مش هلونه ده انا محتاج بس ممكن اجيب ورق متوسط علشان انا هرسم بس عليه طب الرسم ده بقى فيه تضليل وفيه تهشير وفيه تحبير اه ده انا عايز ورقة قوية علشان تطلع لي الرسم بتاعي يكون جيد من أهم الأنواع المستعملة اللي أنا بستخدمها في الورق ده من أقلام الرصاص والحب هي الأوراق اللي بيكون لونها أبيض أو ورق الرسم الشفاف اللي أنا ممكن أعمل إيه بيها يا سنقول اللي أنا ممكن لو أنا عايز مثلا أشف أو أنسخ الرسمة أنا ببدأ أحطها على الورقة وأبدأ أن أنا أشف الرسمة أو أعمل عليها بعض الرسمات باختار الورق بتاع الرسم ده زي ما احنا اتفقنا حسب الشكل اللي أنا عايزه طيب هل في مواصفات دولية متعارف عليها للورق؟ أيوة في حاجة عندنا أشكال أو مقاسات يعني في مقاسات دولية متفق عليها أنا ما ينفعش أن أنا أقلفها ما ينفعش أقولي أصل الـ A0 ده لأ ده أنا ممكن أجيب ورق لا كل ورق من الورق ده زي بالضبط كده القياس إحنا عارفين إن إيه قياس الطول المتر هو الطول أو المتر وحدة الطول وحدة قياس والمتر خلاص أنا عارف برضو المتفق علي دوليا قال لي إن الـ A1 ليها مقاسات معينة أنا مش هألف الـ A2 ليها مقاسات معينة الـ A0 ليها مقاسات معينة تعالوا بقى نشوف مع بعض الـ A1 مقاسها إيه والـ A2 ونتكلم مع بعض عن المقاسات الدولية للورق نشوف مع بعض هنا أنواع ورق الرسم احنا اتفقنا أنه فيه أنواع رمز الورقة ايه بقى ايه زيرو أبعاد الورقة بالمليمترات كان بقى بعض الورقة 11890 آه كده لا دي 1189 أيوة برافو عليكم 1189 أو 119 من 10 8 أو 840 ده مقاس الورق احنا اتفقنا سنقوله أن الأبعاد بالمليمتر ده البعد بتاعي زي ما احنا قولنا 1189 من 10 أو الـ A0 دي بتتقاس بالبعد بتاعها من هنا وكمان بيقسلي البعد من تحت اللي هو 84 أو 841 كمان من أنواع ورق الرسم رمز الورقة اللي هو A1 وأبعاد الورقة زي ما احنا اتفقنا سبتة بالمليمتر ما بتتغيرش يا سنة أولى 840 في 594 ده مقاس ورقة سابت ما بيتغيرش زي ما احنا قولنا دوليا متفق عليه الـ A1 اهو زي ما احنا شايفين اللي 84 مليمتر أو 840 احنا اتفقنا 84 واحد من 10 ده لو انا بقيس بالسنتيمتر ده بيقول للمقياس اللي فوق لو انا هقيس بالسنتيمتر طب لو انا عندي الورقة هقيسها بالمليمتر هقول 841 مليمتر طيب من تحت لو انا عايز اقيس الطول بقى والعرض 59 واربعة من 10 سنتيمتر طب لو هقيسها بالمليمتر يبقى 59 وخمسين او 594 ده لو انا هقيسها بالمليمتر انواع كمان ورق الرسم احنا اتفقنا ان احنا قولنا الـ A0 والـ A1 كمان الـ A2 ابعاد الورقة ثابت بالمليمتر 594 وربعمية وعشرين مليمتر طيب الـ A2 يسا اناقوله زي ما احنا متفقين عندي بعد بالسنتيمتر وعندي بعد بالمليمتر لو قلت بالسنتيمتر يبقى 59.14 لو قلت بالمليمتر يبقى 594 وهكذا بقى في كل ابعاد الورقة كمان عندي رمز الورقة S3 والابعاد بالمليمتر ربعمية وعشرين في 297 هنا زي ما احنا اتفقنا قلنا ان هنا بيقرالي بالسنتيمتر او بالمليمتر كمان من انواع ورق الرسم وده اكتر نوع بقى متعرف عليه وبنرسم فيه وبنستخدمه اللي هو الـ A4 الابعاد بتاعته 297 في 210 وده زي ما احنا اتفقنا اهو 297 في 210 وده يا شباب الورق اللي احنا بنستخدمه او ورق الرسم مش احنا لما بروح نصور عند الراجل كده نقول له سمحت صور لي ورقة بيديني ايه بيديني الورقة الـ A4 اللي هي دي الورقة الـ A4 العادية بتاعتنا اللي هي ورقة الرسم دي ورقة الرسم العادية اللي انا بستخدمها وده ورقة متعرف عليها جدا احنا ممكن بنستخدمها كلوحة اللي هي الـ A4 لو عندي الرسومات بتاعتي مش كبيرة او الابعاد بتاعتي ما بتكونش كبيرة الورقة او الرسم بتاعي لازم يحتوي على جدول لازم يكون فيه جدول الجدول ده بيكون موجود اسفل يمين الورقة هنا كده يعني الورقة بتاعتي اهيه فيه اسفل اليمين بتاعها بيكون فيه جدول متسطر الورقة ده بيكون الجدول ده بيكون مستوبة ليه سنقولها بيكون موضح للبيانات احنا اتفقنا في بداية الحلقة ان الرسم بيعبر عن نفسه يعني انا مجرد ما بشوف الرسمة بقدر اقرأ او اشوف ايه الرسمة عايزة تقول لي ايه الجدول ده بيقول لي ايه الجدول ده بكتب فيه اسمي بكتب فيه مدرستي بكتب فيه مقياس الرسم بكتب فيه التخصص بتاعي بكتب فيه مواصفات الرسم اللي موجود عندي هسنة اولى تعالوا نشوف مع بعض كده ده شكل للجدول الجدول طبعا عادتا بيكون مكتوب بالانجليش بس انا جبته بالعربي عشان كلنا نقدر نفهمه المدرسة المدرسة بتاعتي بتكون اسمها ايه بكتب اسم المدرسة هنا الاسم الاسم بتاعي كامل بكتبه علشان وانا بصحح اللوحة اكون عارف البيانات الصف الصف الاول طبعا الشعبة التخصص بتاعك ميكانيكا او تخصص بقى كهرباء تبريد حسب التخصص بتاعنا العلامات بشوف هي علامات تشغيل موجودة ولا لا ابكتبها نوع الابعاد بشوف يا الابعاد بتاعتي بالملي متر احنا اقولنا عادة او طول الوقت بنرسم بالملي متر بس كمان انا ممكن عندي رسمة عايز اعملها بستنتيمتر ممكن اكتب نوع الابعاد مقياس الرسم عايز اشوف الرسمة بتاعتي هو الرسمة اللي عندي انا عملتها بنفس الابعاد زي ما هي يعني مقياس الرسم واحد لواحد ولا انا صغرت ولا انا كبرت أكتب مقياس الرسم بتاعي التاريخ مهم أن أعرف تاريخ اللوحة علشان لو ما تصححتش أو أنا مثلا كنت غايد وأرجع صححها أبقى عارف اللوحة بتاعتي ترسمت بتاريخ كام رقم اللوحة مهم جدا كمان زي التاريخ أن أعرف رقم اللوحة علشان لما يجي آخر السنة ويجي أعمل كده أشوف أبص على اللوحة بتاعتي أوه ده ده رقم واحد اللي رسمتها ورقم اثنين ورقم ثلاثة الرسم ده المتصب ببعضه أوه ده أنا خدت الأول الأيزومتريك أو خدت الأول أساسيات الرسم وعرفت إزاي بعمل القطعة المستقيمة وإزاي بنصفها وإزاي أرسم الشكل المخمص آه رسمت كل ده بعد كده خدت الأيزومتريك بعد كده آه الرسمة اللي عندي ده رقم كم ده دي الرسمة لما أنا عملت الأبعاد أو طلعت المساقط من على الأيزومتريك وعملتها فمهم جدا أن أنا أعرف رقم اللوحة بتاعي هو رقم كام وعنوان اللوحة مهم جدا ده من الحاجات المهمة في اللوحة طيب لوحة الرسم بقى بتصنع لوحة الرسم اللي هي ايه اللي هي اللوحة احنا عارفين ان احنا تكلمنا عن الورقة وان الورقة اللي المفروض انا هرسم عليها طيب يا سنقولها هو انا الورقة دي لو انا عايزة ارسم عليها هرسم عليها هو انا حاطتها كده سايفها كده لأ طبعا ما ينفعش لازم يكون عندي لوحة اللوحة دي ممكن تكون من الخشب ممكن تكون من البلاستيك ممكن تكون من الالمونتيل او الالمونيوم الصنع بتاعها طيب بنعمل ايه او بنستخدمها ازاي او اصلا هي بتفيدنا في ايه اللوحة دي ان انا بسبت عليها الورقة اللي موجودة عندي دايما احنا كنا بنجيب او دايما هنستخدم اللوحة الكبيرة طيب انا عايز اسبت اللوحة او الورقة بتاعت دي اسبتها على اللوحة علشان ايه علشان تسهلي الرسم يبقى لازم عندي اهم حاجة ان زي ما احنا اتفقنا ان يكون عندي اللوحة اللي انا بسبت عليها الورقة اللي موجودة عندي ليه سنقول ليه كون عندي لوحة أسبت عليها الورقة لأنه وأنا برسم إيه اللي هيحصل ممكن الورقة بتاعتي دي مثلا تتهز أو ممكن الأبعاد بتاعتي وأنا باستخدم المسلس أو المسترح حرف تي مش هقدر استخدمها لأنه طول الوقت أنا محتاج الورقة بتاعتي تكون متسبتة فلازم يكون عندي لوحة للرسم بسبت عليها الورقة وكمل بتحفظي على الورقة مثلا لو أنا مثلا أحطها على المكتب أو أحطها على الديسك بتاعي لو الديسك بتاعي أو السطح بتاعه مش مستوي هيبدأ يبوز لي اللوحة بتاعتي او الورقة بتاعتي فمهم جدا ان انا استخدم لوحة نشوف مع بعض كده اللوحة دي مواصفاتها ايه اللوحة الرسم هي عبارة عن لوحة بتصنع من الخشب المجفف ودي بيكون عبارة عن عدة الواح متماسكة مع بعضها بواسطة قطعتين عرضتين من الخشب علشان يقوول اللوحة زي ما احنا شايفين كده عبارة عن شرائح من الخشب وفي الجزئين اللي موجودين دول هم اللي بيمسكوه لي اللوحة طبعا ده ظهر اللوحة يجب ان يكون سطحها ناعم زي ما احنا قولنا مهم جدا ان سطح اللوحة يكون ناعم ومستوي علشان وانا برسم ما بوصل وراء لازم كمان نحط على الجانب الايصر قطعة من الخشب الابانوس علشان ايه علشان المصطرة حرف تي بتثبت على الجانب الايصر يعني على الشمال هحط المصطرة حرف تي فالمصطرة حرف تي هي اساس الرسم فلازم يكون عندي الجانب ده مستوي لا تتأثر بالتقلبات الجوية من تمدد او انكماش اه يعني لما حطها في المعمل عندي او في المرسم ما لقاش ان هي بدأت تتقوص وبدأت تتأثر بعوامل الحرارة او البرودة احا كمان دي بعض الرسومات للوحة زي ما احنا شايفين دي اللوحة الخشبية اللي احنا اتكلمنا عنها فيه هنا كمان ممكن تكون لوحة متثبتة او هي موجودة انا يعني ما بحطهاش على حاجة وفيه هنا بعض اللوحة ان انا ممكن احطها على المكتب ودي بتكون لوحة متحركة انا بعملها حسب الزاوية او اللي انا عايز ارسم عليها طيب احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا ورقة وعندنا كمان لوحة طيب انا دلوقتي سنقول عايز اسبت الورقة اللي عندي دي على اللوحة بتاعة الرسمة دي اسبتها عن طريق ايه؟ اسبتها عن طريق الشريط اللاصق اللي هو ده ده الشريط اللاصق اللي انا بسبت عن طريقه اللوحة استخدمه ازاي نشوف كده هنا مع بعض ببدأ ان انا اهو اشد اللزق بتاعي كده وابدأ ان انا اقطع اللزق بكل سهول اهو كده واسبت الورقة بتاعتي تكون متسبتة ومظبوطة جدا عندي وابدأ ان انا هعمل ايه اسبت اطراف اللوحة اللي موجودة هنا كده اسبتها على لوحة الرسم خلاص انا سبتت من هنا لازم يا سنقول اسبت من الاربع جوانب مهم جدا وانا بسبت لوحة الرسم اسبتها من الاربع جوانب عن طريق ايه عن طريق الشريط اللاصق اللي احنا شايفينه مع بعض ده تعالوا كده نتكلم عنه هنا بيستخدم لايه باستخدمه علشان اسبت بيه الورقة على اللوحة من جميع الزوايا الاربع اللي موجودة عندي وده علشان احصل على رسمات دقيقة يبقى في حاجتين بتديني رسم دقيق ايه هما اول حاجة ان انا اسبت الورقة على اللوحة اللي موجودة عندي يكون عندي اللوحة تاني حاجة ان انا اسبتها بالشريط اللاصق او اللازق اللي موجود عندنا ده علشان اللوحة بتاعتيني تديني رسم دقيق مش كل شوية تتحرك فمش هقدر ان انا اطلع الرسم بتاعي مظبوط وده بقى اشكال مختلفة ليه الشريط زي ما احنا شفناه مع بعض احنا شفناه قدامنا وكمان هنا فيه انواع واشكال منه المصطرة حرف تي دي بتصدع من الخشب او اللدائن او الالمونيوم ودي ما بقدرش استخدمها او ما بقعني ما بيفضلش ان انا استخدمها من الالمونيوم لان ممكن وانا برسم تقطع لي الورقة اللي موجودة عندي كنت اتمنى ان انا جيب لكم مصطرة حرف تي تشوفوها بس هي هتبقى كبيرة هنا على الستوديو مش هتعرف تشوفوها كويس بس ان شاء الله يعني احنا نشوف صورتها دلوقتي مصطرة حرف تي بتكون عبارة ليه اسمها حرف تي لان هي بتكون شبيه ليه حرف تي بيبقى فيها المقياس بتاع الرسم او جزء من المقياس المتدرب فيه تدريج بيكون طويل وفيه جزء كده موجود بتسبت فوق على المصطرة ده علشان ايه علشان اسبت اللوحة وارسم كل الخطوط اللي موجودة عندي علشان لما طلع الخط ما طلعش الخط فيه ميل لو انا برسم بالمصطرة العادية هيبقى الخط ميل طب لو انا اسبت المصطرة او اللوحة بتاعتي بالمصطرة حرف تي بتديني الخطوط المتوازي نكمل كده مع بعض ده شكل المصطرة حرف تي نشوفها كده اهو ده احنا قلنا ده الجزء اللي هو مدرج عشان انا ممكن وانا برسم اخد من عليه مقاسات كمان الجزء ده اللي هو انا بسنده على اللوحة زي ما احنا شايفين في اللوحة اللي موجودة دي او دي اوضح شوية كمان هنا كده المصطرة حرف تي اهي سنة اولى شايفين الجزء اللي موجود ده هو ده الجزء اللي بيبقى على يسار اللوحة وده الجزء المدرج شايفين هنا بعمل ايه انا ممكن احط عليه المسلس علشان ادي او اطلع الرسم بتاعي دقيق بخطوط متوازية طيب حفة المصطرة لازم تكون موجودة على الورقة يعني المصطرة تكون متسبتة على الورقة وتكون مستقيمة ما تبقاش بميل اجزاء المصطرة حرف تي جسم المصطرة وده زي ما احنا قلنا بيكون فيه جزء مدرج وده من اهم العناصر اللي موجودة في المصطرة اللي هو الجزء المدرج ده لان انا عن طريقه بياخد كل الخطوط اللي موجودة فيه كمان الجزء اللي انا بقول عليه اللي هو راس المصطرة ده بيكون متعامد عند التثبيت وده ممكن ان هو يكون حر ان انا ممكن اركبه او ان انا اشيله اهو الجزء ده انا ممكن ان انا اشيله يعني فيه اجزاء من المصطر او فيه اشكال من المصطر الجزء ده بيتشال وبيتحط فيه الجريب بتاعه وفيه اجزاء تانية بيبقى متسبت على المصطرة فعلى حسب بقى الشكل او على حسب نوع المصطرة اللي انا بستخدم طب بستخدم المصطرة دي في ايه سنة اولى بستخدمها في رسم الخطوط الافقية المستقيمة زي ما احنا اتفقنا خطوط مستقيمة وهي بتسند لي او بتكون ساند لادوات الرسم اللي موجودة عندي زي المسلسات او المنقلة او الاجزاء اللي موجودة عندي طيب اشهر انواع المساطر الحرف تي دي 80 في 100 ودي بتكون طبعا بالمليمتر لازم وانا بستخدم المصطرة لازم تكون راس المصطرة تكون موجودة على اللوحة بتاعة القياس الراس اللي موجودة عندي دي احنا اتفقنا ان هي شكل حرف تي كده لازم راس المصطرة دي تكون موجودة على اللوحة والمصطرة بتاعتي تكون متسبتة على الورق اللي موجود ده شكل بقى ليه المصطرة حرف تي بالجراب بتاعها مهم جدا يا سنقولة انه وانا بستخدم ادوات الرسم الفني لازم احافظ عليها يعني المصطرة بتاعتي بعد ما خلصها بيكون معايا قطعة قماش نظيفة ببدأ ان انا امسح المصطرة وادخلها في الجراب بتاعها لشان احافظ عليها ان المصطرة ميحصلش فيها خدوش عشان هي عليها تدريج كمان ان المصطرة لما اجي ارسم بيها ما تكونش مش نظيفة تكون يعني فيها مثلا بعض وانا برسم مطرح بعمل القلم الرصاص مكان القلم مكان الاستيكة لازم تكون المصطرة عندي نظيفة جدا علشان تطلع اللوحة لان نظافة اللوحة عليها درجة سنقولة فانخلي بالنا كويس جدا الاقلام الرصاص اه حضرتك يا ميس قلتلنا احنا عندنا ورقة وعندنا اللوحة سبتنا عليها وكمان جدنا اللزء وان احنا سبتنا اللوحة من جميع او الورقة من جميع الاتجاهات الاربع اتجاهات وكمان زبطناها زبطنا اللوحة عن طريق المصطرة حرفتيه خلينا اللوحة بتاعت تكون متساوية ومتعمدة وخلاص انا عايز ارسم طب انا هرسم بايه علشان ارسم يا سنة اولى لازم يكون عندي اداة ارسم بيها الاداة دي اللي هي ايه اللي هي الالم الرصاص او الاقلام هل في منها انواع عشان نتكلم عنها في الحلقة ده الم رصاص يا ميس اه طبعا في منها انواع تعالوا نشوف مع بعض الالم الرصاص هي الاداة الرئيسية في الرسم ودي بتختلف عن بعضها في الشكل ودي بتصنع او بعض المواد اكتر استعمال يعني اللي هي الاقلام الخشب او الاقلام الرصاص واحنا زي ما احنا شايفين فيه هنا كده ايه فيه هنا اتش او او ستري بي تو بي اتش بي اتش سايفين يا سنقول ايه اللي بيحصل كل ما بنا ما انا دلوقتي دي ستري بي الالم عامل ايه او الخط بتاعي الخط بتاعي زي ما احنا شايفين كده بيكون اتقل طب هنا كده هنا عندي هنا اللي هو بي ناين دي بي ناين او دي بي ناين. شايفين الخط تقيل جدا. طب الاتش بي الخط اخف شوية. يعني معنى كلمة اتش واتش بي وتو اتش وكل ده. ده بيفرق فيه نوع الخط او الخط ازا كان خفيف او تقيل. الالام الرصاص الخشبية كمان بتكون مكونة من جسم خشبية. ده بيكون فيه من جواه رصاص وجرانيت. بس بنسب طبعا متفوتة زي ما احنا اتفقنا على حسب تقل الخط. علشان يديني درجة صلابة عالية مختلفة. وده كمان شكل ليه الاقلام المختلفة اللي هي الاقلام الرصاص اللي انا باستخدمها فيه الرسم الفني. كمان عندي حاجة بقى جديدة احنا بنستخدمها اسمها اقلام رصاص ميكانيكية. دي بتصنع من البلاستيك او من المعدن. وفي العادة يعني بيكون خطه سابت والحشوة بتاعته بتتغير انا ممكن اغيرها بسهولة. زي ايه؟ زي الاقلام اللي عندنا اللي هو القلم اللي احنا بنقول الاسم الدرج بتاعه قلم السنون. دي الاقلام اللي موجودة عندنا. نشوف كده الاقلام هنا مع بعض. دي الاقلام الرصاص اهي. عندي زي ما احنا اتفقنا. عندي الاقلام الرصاص العادي اللي هو الخشب. ده اللي انا بكتب به. وبيكون مكتوب عليه من هنا كده. هو الاقلام ده ايه؟ الاقلام ده HP. ولا الاقلام ده 2P. او على حسب الاقلام ما بيكون موجود. يعني بيقول لي وانا بشتريه. الالم ده خطه بيكون عامل ازاي؟ هنا كمان ده الاقلام الميكانيكية اللي احنا قلنا عليها. ودي اللي احنا قلنا السن بتاعها بيتغير بسهولة. دي ببساطة الاقلام الرصاص. الممحاء او الاستيكا. ببساطة كده يعني. الاستيكا دي انا بستخدمها في ايه؟ مش محتاج ان انا اقول اصلا واقول في الرسم ايه؟ الاستيكا ان انا بستخدمها ان انا لو فيه خطأ موجود عندي في الرسم. انا بمسح به الاخطاء اللي موجودة. طيب الاستيكا دي مهمة عندي يكون لها موصفات. اه الاستيكا اولا لازم تكون النوع بتاعها يكون نوع كويس. علشان وانا بمسح بيها ممكن اللوحة بتاعتي كلها ضبوز. مفيش حاجة اهم من حاجة في الرسم. يعني احنا بنقول الاستيكا يسا اناقولها دي شيء بسيط جدا. بس لو انا خلصت الرسمة بتاعتي او رسمت نص الرسمة وعندي بعض الخطأ في الرسمة ومسكت الاستيكا وبدأ تمسح. الاستيكا بتاعتي نوعها مش نظيف او مش كويسة او مش نظيفة. وانا بمسح قاعد تمسح بيها كتير ومش منظفها كويس. ايه اللي هيحصل؟ هلاقيها بدأ التبوز للوحة والرسمة بتاعتي بدأ التبوز. علشان كده بنقول ان من الاساسيات الرسم الفني ان انا اختار الالم المناسب. ان انا اختار الاستيكا بتاعتي المناسبة. شكل الاستيكا العادي اللي احنا عارفينه. ان انا اختار نوع كل اداية باستخدمها للرسم. نكمل كده مع بعض. زي ما احنا قلنا دي ان انا بتنسح الاجزاء اللي انا عايز امسحها. بصوا كده هنا الصورة دي معانا. دي صورة للاستيكا وصورة كمان. بصوا هنا سنقولها كده. دي صورة للاستيكا وصورة للبريات. اللي انا لو عايز قابل الالم الرصاص هبدأ ان انا استخدم الاستيكا ويه كمان البرية. مصطرة القياس. مصطرة القياس. احنا اتكلمنا عن الادوات او الاساسيات اللي هو القلم الرصاص اللي هي الاستيكا اللي هو كمان اللوحة واللوحة اللي انا بسند عليها واللزق اللي انا بلزق بيه وكمان ورقة الرسم اللي انا برسم عليها. طب انا عايز ارسم بقى. همسك القلم الرصاص وارسم كده؟ لا طبعا لازم يكون عندي مصاطر انا بحدد بيها الابعاد بتاعتي. تعالوا نشوف مع بعض ايه المصاطر ومصفاتها ايه؟ يلا نشوف. مصاطر القياس بتصنع من المعدن او الخشب او اللدائن يعني ليها اكتر من مادة بتصنع منها. باستخدمها في ايه؟ بقدر ايس بيها طول او احدد بيها فتحة للبرجل وهي بتكون مدرجة او مقسمة او عليها تدريج بالمليمتر او السنتيمتر او البوس. ودي كده اشكال للمصاطر اللي موجودة عندي. كمان انا جبتلكو برضو بعض الاشكال للمصاطر اللي موجودة عندي. نشوفها كده مع بعض هنا. دي بعض المصاطر اللي موجودة. نشوف مع بعض هنا ايسا انا اولى. نشوف كده مع بعض. دي بعض انواع المصاطر اللي موجودة. موجودة عندي هنا كده المصطرة المعدن. دي اهو بصو هنا كده دي مصطرة المعدن. زي ما احنا قلنا انها بتصنع من معايد مختلفة. فينا عندي مصطرة معدنة هي ودي المصطرة البلاستيك العادية بتاعتي ودي كمان مصطرة برضو من نوع تاني اقدر ان انا استخدم المصطرة المناسبة للرسم بتاعي طيب احنا اتفعنا قلنا ايه قلنا انه فضل لو انا بستخدم الورق بتاعي يكون او الورق بتاعي خفيف مش تقيل ان انا ما استخدمش المصطرة الصلبة دي او اللي هي معدنية علشان هتبدأ ان هي تقطع لي الورق طيب عندنا ايه كمان عندنا مصاطر الارقام والرموز دي بتكون بأشكال هندسية بتكون محفورة جوه المساطر دي وأشكال بتكون بمقاسات مختلفة بس لها مقاس معين كمان إيه حسب التخصص بتاعي وبتستخدم في نسخ الأشكال والرموز على أوراق الرسم زي إيه يا سنقولة زي هنا كده مصطرة الدوائر الشهيرة جدا اللي احنا بنستخدمها اللي هي دي اللي على الشمال الصفرة دي دي مصطرة للدوائر لو أنا عايز أرسم دوائر عندي دوائر عايز أرسمها أنا بستخدم مصطرة الدوائر طب لو أنا عندي منحنيات ممكن أستخدم مصطرة المنحنيات اللي موجودة هنا دي طب مصطرة الدوائر دي هو أنا ينسمش عندي برجل ممكن أن أنا أستخدم البرجل للرسم أو طبعا عندي برجل بس فيه بعض رسومات بيكون فيها تقوب زغيرة جدا فبحتاج التقب الزغير ده مصطرة الدوائر علشان كمان بتسهل لي الأبعاد طب فيه كمان هنا إيه فيه برضو كمان مسلس موجود أهو المسلس ده فيه أشكال زي ما احنا شايفين نشوفوا هنا كده أوضح نشوف المسلس هنا أوضح يا سنقولة بصوا كده فيه أشكال أهو زي ما احنا شايفين فيه أشكال المسلس دوائر وإحنا اتفقنا إن إيه إن الدوائر دي ليها مأسات يعني هنا قال لي إيه القطر بتاعة الدايرة ده 33 ده 30 ده 28 متحدد الأقطار عليها أنا بشوف القطر المناسب للرسم وببدأ أرسمه المسلس ومصطرة الدوائر نفس الفكرة يا سنقولة عندي إيه كمان من أدوات الرسم الأساسية عندي مسلسات الرسم ودي بقى يعني من الحاجات المهمة جدا أو من الأدوات والأساسيات اللي موجودة في الرسم لإن إحنا اتفقنا وكنا بنقول إن فيه مخرج كده لوحده إن أنا برسم المنظور بزاوية 30 طب أنا هجيب الزاوية دي منه؟ هطلع الخطوط بتاعة الأيزومتر دي إزاي؟ أو أنا لازم أستخدم مسلس المسلسات مهمة جدا في الرسم الفني تعالوا نشوف كده المسلسات دي زي إيه؟ بتصدع من اللدائن ومنها مأسين المسلسات دي منها مأسين أكيد إحنا كلنا اشتريناها في بداية السنة أو هنشتريه أول ما ناخد الجدارة بتاعة الرسم الفني 45 مسلس 45 ده معناه إن هو بيطلع لي زاوية 45 أو بيرسم لي بزاوية 45 ومسلس 3060 هو اسمه 3060 بس إحنا يعني إيه؟ بيقول كده 3060 والأرقام دي نسبة لزاوية المسلس يعني 45 زاوية وال30 زاوية وال60 زاوية ونوع آخر يسمى مسلس أريستو ليه اتسمى بأريستو؟ ده نسبة إلى عالم الرياضيات المشهور أو الشهير أريستو طب نشوف مع بعض كده المسلسات دي سنة أولى ده المسلس 3060 وده المسلس هنا كده مع بعض نشوف هنا مع بعض عشان يبقى أوضح ده المسلس 45 الأول ده مسلس 45 طب أنا عايز أرسم زاوية بعمل إيه؟ لازم أحط الأول إيه؟ زي ما احنا اتفقنا برفع عليكم المسطرة حرف تيه تكون موجودة عندي هنا كده علشان تعمل لي إيه؟ علشان تزبط لي تعامد الرسم طب أنا عايز أرسم زاوية آه أعمل كده وأبدأ أرسم إيه؟ الزاوية بتاعتي اللي موجودة هنا طبعا إحنا بنرسم بالقلم الرصاص بس أنا برسم بالقلم ده عشان يبقى واضح طب أنا عايز أرسم كمان زاوية مقابلة ليه أعمل إيه؟ يعني مسلس أهو بكل بساطة وأبدأ أعمل إيه؟ وأبدأ أرسم الزاوية بتاعتي اللي هي إيه؟ اللي انا عايز اهو انا رسمت زاوية ده مسلس اسمه خمسة واربعين بارسم بيه الزوايا الخمسة واربعين طبعا انا عندي كمان ايه عندي كمان مسلس المسلس ده احنا اقولنا اسمه ايه اسمه تلاتين ستين يعني ايه يعني انا لم وقف المسلس ده كده يسا انا اقوله هيديني ايه هيديني زاوية قايمة المسلس ده يديني عندي هنا كده زاوية قايمة طب انا عايز ارسم زاوية 30 علشان ارسم بقى ايه ارسم المنظور الايزومتريك بتاعي لازم الاول احط المسلسة حرفي تي كده وابدأ اعمل ايه سنقولة لازم تكون متعامدة وابدأ احط المسلس زي ما احنا شايفين كده اهو مع بعض واعمل ايه بص يا سنقولة ومشي كده المسلسة اهو على المسلسة لحد ما يجيب لي الجزء اللي انا عايز ارسم فيه اهو وارسم ايه بقى وارسم الزاوية اللي موجودة عنه طب انا عايز كمان لو انا بقى اجرسم ايزومتريك وعايز اعمل له اضلاع اعمل ايه بقلب المسلس بتاعي كده علشان ارسم الضلع التاني اللي موجود وابدأ ان انا ارسم بي ببساطة كده دي الزاوية اللي موجود عندي اللي هو المسلس الثلاثيني ستيني طب انا عايز ارسم زاوية ثلاثين احنا كده ايه بدا تلاثين ماشي وعايز ارسم بقى زاوية ستين برضو بحط المسلس ياسه انا اولى كده لازم احط المسطرة وابدأ احط المسلس واعمل الزاوية بتاعتي اللي انا عايزها اه شايفين الخط طالع مستقيم ازاي؟ طيب انا ينفع ارسم بقى من غير المسلسات دي مش هقدر احدد الزاوية اللي انا عايزها طب سهل لي الموضوع وقال لي بدل ما نقعد نستخدم زاوية تلاتين ونستخدم زاوية ستين وقعد ابدل في الرسم واشيلي المسلس الخمسة واربعين عملي مسلس عبقاري كده اسمه مسلس ارستو ده بقى ولا بستخدم معايا مسطرة حرف تي ولا بستخدم معايا اي مسلس بزاوية تانية ولا كمان بستخدم معاها منقلة في مسلسات ارستو فيها منقلة بقدر اطلع عن طريقها الزاوية تعالوا نشوف مها بعض كده المسلس الارستو ده ده المسلس الارستو اللي موجود عندي هنا كده شايفين عامل ازاي؟ اهو ده انا بقى بستغنى عن المسطرة حرف تي ازاي ميز بتستغني عن المصطرة هتجيب ازاي التوازي بتاع الخط ده هاجي كده يسا انا اقوله واظبط خلاص المسلس بتاعي واعمل ايه واعمل خط عندي هنا كده اهو ايه دي الخط بتاعي ده خط زي ما احنا شايفين طب انا عايز اعمل خط موازي ليه اعمله ازاي المسلس الاريستو زي ما احنا شايفين فيه خطوط مربعة اهيه فيه خطوط مربعة لو واضحة ليكو ايه واضحة اهيه شايفين المربعات دي بعمل ايه بحط الخط او بازبط الخط بتاعي على المربع اهو شايفين المربع اهو انا زبطته على الخط اللي انا رسمته واعمل ايه واعمل خط تاني تحت خطوط متوازية مليون المية شايفين التوازي اهو خطوط متوازية مظبوطة جدا طب انا عايز اعمل خط كمان اعمل برضو خط تاني ابدأ اهو انا عايز مثلا ازود المسافة بين الخطوط ازود المسافة ازود مربع كمان وابدأ اعمل ايه ازود المسافة بين الخطوط شايفين يا سنة اولى بيرسم لي الخطوط متوازية طب انا عايز اعمل زاوية عليه بعمل ايه باجي هنا كده بقول له والله انا عايز اعمل زاوية تسعين انا زبط المسلس بتاعي وهنا بصه هو محدد للزاوية تسعين اهي اعمل كده ودي النقطة بتاعتي وابدأ ان انا اوصل النقطة بتاعتي بالمسطرة او بالمسلس على حسب الاداية اللي موجودة عني طبعا انا عملت زاوية تسعين انا محتاجة اخد زاوية تانية اخدها ازاي بالمسلس اريستو بازبط كده هنا يا سنة اولى اهو لازم يتضبط عندي كده على الزاوية بتاعتي وبقول ايه هنا متقسم زاوية عشر عشرين تلاتين اربعين حتى كمان مقسملي الزاوية زاوية خمسة واربعين زاوية خمسين زاوية ستين او انا عايز زاوية ستين ارسمها هنا اهو وابدأ ان انا اوصل الزاوية بتاعتي كده رسمت الزاوية اللي انا عايزها علشان كده بقول ان الرسم الفني ليه اساسيات مهمة جدا او ليه ادوات عن طريقها انا بتقدر تساعدني الادوات دي ان انا طلع الرسم التاعي مزبوط زي المسلسات اللي احنا شفناها من شوية وزي كمان مسلس اريستو اللي انا بقدر استغنى عن كمان المسطرة حرفتيه وبعمل منه زاوية وبيسهلي عملية الرسم وانا برس تعالوا كده نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده مع بعض احنا هنا دي شكل ليه المسلسات زي ما احنا شايفينها كده اهو شكل ليه المسلس الخمسة واربعين والمسلس التلاتيني الستيني وكمان ليه المسلسات وازاي ان انا بقدر استخدمها على حسب الزاوية اللي انا عايزها او حسب الرسم اللي انا عايزه ايه كمان عندي عندي مسلس الارستو اللي احنا قلنا عليه شايفين يا سنة اولى مسلس الارستو هو انا بقدر استخدمه علشان اطلع به الزاوية اللي انا عايزه شايفين ده بقى فيه ايه ده فيه كده منقلة اهو المنقلة متقسمة للزاوية بتاعتها كمان بيسهلي عملية ان انا ارسم زاوية عند استخدام المسلسات لازم اراعي حاجة يا سنة اولى لازم اتأكد من ان اطراف المسلس بتاعتي مستقيمة ومش مشروخة او متقصرة علشان ما تسبب ليش اضرار في اللوحة يعني لو انا برسم بالمسلس ده وجيت ارسم به ولقيت الحواف بتاعته دي مشروخة او متقصرة بعمل ايه اللي بيحصل ممكن تقطع لي اللوحة كمان ما بتدينيش خطوط مزبوطة او ابعاد مزبوطة المنقلة احنا اتكلمنا عن المسلسات وقلنا ان احنا عندنا المسلس الارستو ممكن ااخد منه زاوية طب انا ما عنديش مسلس اارستو عشان هو غالي مش عارف اشتريه بس المنقلة رخيصة وانا محتاج اعمل زاوية فانا عايز اجد منقلة اه ينفع اعمل بها زاوية طبعا ده اصلا للزاوية المنقلة بتستخدم في ايه؟ هي عبارة عن احدى الادوات اللي انا بستخدمها عشان اطلع بيها الزاوية ازاي بيطلع بيها الزاوية؟ دي المنقلة اللي موجودة اهي دي منقلة هي ببدأ ان انا احدد البعد اللي انا عايزه او احدد نقطة انا عايزها وابدأ اشوف الزاوية بتاعتي من هنا الزاوية كام واعلم على الزاوية واعمل الزاوية اللي انا عايزها في التمرين دي المنقلة اللي موجودة عندنا احنا المنقلة دي كنا باستخدامها في ثالثة اعداد دي تعالوا كمان نشوفها مع بعض هنا ده شكل المنقلة هوية السنة اولى بصوا موجودة على الشاشة معايا ده شكل او صورة للمنقلة دي كمان بتوضح لي شكل المنقلة اللي موجود عندي اللي انا بقدر استخدمه لاستخراج الزوايا البراجل كمان من الادوات المهمة جدا في الرسم البراجل البراجل دي بتكون مصنوعة من المعدن وكمان ممكن استخدم معايا اقلال طيب البراجل ده بيعمل لي ايه البراجل بيرسم لي الدوايب طب احنا يمس كنا متعودين على البراجل العادي اللي هو عندنا في الاعدادين اللي احنا كنا بنرسم به لا احنا عندنا هنا بقى براجل كمان مختلفة تعالوا نشوف مع بعض كده نشوف مع بعض هنا ايه البراجل دي ايه الاشكال بتاعتها ده كده شكل دي البراجل زي ما احنا شايفين ده كده طقم العلبة البراجل اهو البراجل مختلفة مختلفة في ايه شايفين مختلفة فيه الاشكال بتاعتها عندي اجزاء ليها الجزء ده لو انا عايز البرجل لو انا هطوله او هعمل خطوط طويلة ده كمان هنا كده البرجل ليه سنين مشوف هنا اوضح ده كده يا سنة اولى البرجل ده مدبب من الناحيتين اهو لو انا عايز ابدأ اعمل بيه علامات طيب البرجل ده اللي هو البرجل العادي بتاعنا اللي انا بركب فيه السن وابدأ ان انا ارسم بيه كمان عندي ايه عندي برضو نوع اخر من البراجل اللي هو البرجل العادي بتاعنا ده اللي انا بارسم بيه اهو ده البرجل العادي اللي هو فيه السنون وانا بحط له السن بتاعه وابدأ ان انا ارسم بيه البراجل دي بستخدمها في ايه بستخدمها علشان تعمل لي الدوية دي كده ببساطة طب انا بعد ما بخلص ادوات القياس زي ما احنا اتفقنا لازم نعمل ايه او ادوات الرسم الفني لازم ان انا احط كل حاجة في العلبة بتاعها في العلبة بتاعتها او في جرابها الخاص وابدأ ان انا احافظ عليها علشان ما تتعرضش للتراب ولما اجي اشتغل بيها ملقاهاش قلقاها نظيفة واقدر استخدم دي كمان صورة هنا للبرجل بتوضح لي اكتر ده البرجل اللي انا ممكن عن طريقه ارسم برسم ايه بنرسم دواير انا عايز ارسم دايرة بالبرجل بكل بساطة برسم دايرة فيه انواع للبراجل اه فيه برجل اسمه برجل التقسيم وده بيحتوي على ساقين الساقين بينتهوا بسن الابرة الساقين فيهم سن ابرة دا بستخدمه في ايه في تحديد الابعاد وتقسيم الخطوط ونقل الابعاد من وإلى الرسم اللي هو دا البرجل بتاعي اللي الساقين بتاعه ليها ابرة دا يا سنقول البرجل دا اه بصوا الساقين بتاعه او الساقين بتاعه البرجل ابرة مفيش التاني بقلم لا دا الساقين ابرة دا اهو صورة كمان ليه موجودة عندي برجل كبير زو محور قابل للتطويل طيب انا لو انا عندي لوحة كبيرة انا الحمد لله اتخرجت واشتغلت مهندس وبقيت بقى انا عايز اعمل الديزاين او مهندس ديكور او برسم ديزاين لعمارة او لشركة او لبيت او لاي حاجة طيب انا عشان ارسم او عندي رسومات فيها ابعاد كبيرة هستخدم البرجل الزغير بتاعي ده لا سهل الموضوع زي ما عمل لي المثلث ارستو كده عشان يديني بصورة اسهل عمل لي كمان اجزاء بتتركب في البرجل اسمه برجل محوري ده بيكون فيه جزء بطول الجزء ده وببدأ ان انا لو عايز ارسم اكتار كبيرة جدا انا احنا عارفين ان البرجل ده ليه فتحة يعني انا اهو اقصى حاجة ليه افتحه ايه اهو انا كده مش عارف ارسم به البرجل ده ليه فتحة معينة طب انا عايز ارسم دايرة اكبر هينفع استخدم البرجل ده لا مش عينفع استخدم البرجل ده فعمل برجل وحطله جزء للتطويل ده لو عايز ارسم بقى ايه ارسم دواير او اشكال كبيرة نشوف شكله مع بعض كده ده اهو البرجل ده اللووز اللي بيتحكمني فيه تطويل البرجل وهنا كده دي الوصلة اللي انا ممكن اكبرها او اصغرها على حسب الرسم اللي عندي وهنا كده ده الالم هنا ده سن البرجل وانا بقى بطول وارسم الدائرة اللي انا عايزها ده البرجل الكبير زوء المحور القابل للتطويل طب هنا كمان في علبة براجل اه لانا لسه موريها لكم اللي فيها برجل التأسيم اللي ليه سنين وفيها برجل كبير علشان يرسم لي الدوائر الكبيرة وفيها وصلة للرسم اللي احنا شفناها مع بعض اللي هي الوصلة دي بتاعت الدوائر اه وفيها كمان السنون اللي موجودة وفيها وصلات للرسم لو انا هرسم بالحبر او هحبر الرسمة وفيها برجل زغير علشان يرسملي الدوائر الزغير معلش نشوف مع بعض الوصلة هنا كده سنقوله على الطبيعة دي الوصلة بتاعة البرجل اللي موجودة عندي دي الوصلة بتاعة البرجل اللي موجودة عندي اهي بحطها هنا في البرجل وحط السن هنا وابدأ ان انا اعمل ارسم به بس عشان هي موجودة قلت تشوفوها معايا دي كده ببساطة ايه اجزاء او البرجل بتاعي طب انا عشان بقى اسهل الموضوع على نفسي اكتر وانا لسه برسم عملي حاجة لطيفة كده اسمها كراسة مربعات كراسة المربعات اللي موجودة عندنا اللي احنا بنرسم فيها اللي هي كراسة ايه اهي دي كراسة اسمها مربعات بيشوفها مع بعض هنا كده الكراسة دي بتكون عبارة عن ايه بتكون عبارة عن مربعات زغيرة المربع بيساوي خمسة بص سنقوله نص ميل يعني لو انا جمعت ده كده هلاقي ده واحد صامتي المربعين جنب بعض واحد صامتي او واحد ميلي بصوا قد ايه صغير جدا دي اسمها كراسة المربعات دي بتسهل لي عملية الرسم لو انا هرسم بدل معه دي اخد الابعاد واقول نص ميلي لا ده انا عندي كده كده واحد ميلي وابدأ ان انا ايه ارسم الابعات بسهولة نكمل مع بعض هنا بيستخدمها الطالب علشان المربعات دي بتساعده ان هو يقدر يقدر الابعاد وان هو يقدر يتقن الرسم بتاعه يبقى شاطر ان هو يعرف يرسم بعد كده بدل ما كل مرة يقعد يجرب ويمسح يجرب ويمسح بتعود بس ايدك على الرسم دي كده المربعات بتاعة الكراس الموجودة عندي كراسة المربعات اساسيات الرسم الفني علشان ارسم لازم يكون عندي اساسيات للرسم الفني احنا اتفقنا ايه الاساسيات دي قلنا الاساسيات المهمة اول حاجة توفر الادوات اللي موجودة اللي هي ايه سنقولها اللي هي اول حاجة اللوحة لازم تكون موجودة عندي لوحة برافو عليكم انا سمع ناس كده متجوبة وبتقول معايا ايوة لازم يكون عندي الورقة اللي انا برسم عليها واتفقنا ان مقاسات الورق بتختلف عندي ورق ايه زيرو ورق ايه وان ورق ايه تو ايه سري ايه فور واحنا قلنا ان دي ورقة الايه فور العادية اللي احنا بنرسم عليها اولية ورقة التصوير اللي احنا عارفنا بعد ما حددت الورق عملنا ايه مع بعض برافو عليكم بدأنا ان احنا نستخدم من قلم الرصاص وعرفنا كمان انواعه هي ايه القلم الرصاص الخشب اللي انا بقدر استخدمه علشان ارسم به كمان عرفنا ايه عرفنا كمان الالم اللي هو الميكانيك اللي هو الم السنون وتكلمنا كمان عن المسلسات وعن البراجل كل دي اساسيات طيب انا علشان ابدا ارسم لازم ايه لازم يكون عندي اساسيات يعني ايه سنقول يعني اكون عارف اول حاجة من قياس الرسم اللي برسمه هو ايه رسم ده واحد لواحد علشان انقل نفس الابعاد اه لا ده مختلف ده 8 لواحد ده 3 لواحد تابعنا اشوف ده تصغير ده تكبير لازم اكون عارف كمان لازم اكون عارف ايه اكون عارف نوع الخط اللي برسمه هل انا هرسم ده مجسم او هرسم شكل الخط بتاعي يكون تقيل الالم الرصاص يكون تقيل ولا لا ده انا برسم بعد بس وابدأ اعمله بخط خفيف طيب وانا برسم السهم بتاع الابعاد انا رسمت رسمه وعايز اعمل السهم بتاع البعد هل البعد ده او السهم ده هيكون لازق في قلب الرسم اللي انا عامله طب الخط اللي أنا أخد عليه الأبعاد يكون لازق في الرسم لا كل دي أساسيات للرسم علشان أطلع رسمة مظبوطة عندي لازم أتعلمها ولازم يكون قداني الرسم ولازم يكون عندي أساسيات للرسم تعالوا نشوف مع بعض كده أساسيات الرسم هي إيه يلا نشوف مع بعض الخطوط في الرسم مهم جدا الخطوط في الرسم يا سنة أولى الخطوط بتختلف عن بعضها في الشكل والسم ونوع الألم أو نوع الألم الرصاص المستخدم وده بيكون ليه انواع كتيرة يعني ايه يعني وانا بستخدم الالم الرصاص ده غير وانا بستخدم الالم الرصاص ده غير وانا بستخدم الالم الرصاص ده كل الالم منهم ليه خط معين تعالوا نشوف كده الكلام اللي بنقوله ده صح ولا غلط المسترة هي سنقولة وببدأ اعمل ايه ببدأ اعمل خط طب نشوف الالم ده كمان اللي عندنا احنا اتفقنا ان ايه ان نوع الالم بيفرق هنا كده ده خط عندي شايفين الخط هنا اعمل ازاي واضح طيب انا جيت استخدم هنا كده كمان خط موجود عند خط اهو كده قدامي خط طب انا استخدم خط كمان تاني الخط بتاعي اهو شايفين هل الخط ده زي الخط ده زي الخط ده لأ طبعا بيختلف بيختلف نوع الخطوط فعلشان كده بقول ان حسب القلم الرصاص اللي موجود عندي بيختلف نوع الخط اللي موجود ايه كمان اللي بيخلي الخطوط بتختلف اختلاف الخط نفسه شايفين هنا كده معايا الخط المستقيم الخط المستقيم ده عبارة عن ايه من اسمه كده خط مستقيم هو الاثر الحادث من تحرك نقطة وليس له طول محدود يعني اللي انا رسمته ده خط مستقيم انا جيت من اي نقطة وروحت بالمسترة واخد خط هو ده الخط المستقيم ده عندي كده خط مستقيم طب انا الخط ده بحتاجه على حسب ايه على حسب النوع بتاعه السمت السمت ده اكبر السمت ده اقل منه شوية طب السمت ده اقل طيب هو فيه بقى ممكن خطوط تانية بتبين لي الرسم ده ايه اه تعالوا نشوف مع بعض انواع الخطوط مهم جدا بسمع بعض هنا كده على الشاشة انواع الخطوط خط متصل سميك يعني ايه خط متصل سميك يعني الخط بيكون موجود عندي متصل جنب بعضه بس بيكون السمك بتاعه زيادة الخط عندي يا سنة اولى السمك بتاعه زيادة سمك الخط قد ايه نص ملي متر من واحد لاثنين يعني ايه ادي الخط اهو وهنا كده عندي ايه الخط السميك بتاعي ده خط سميك اهو ده خط السميك طب ده بستخدمه في ايه الخط السميك ده بستخدمه لو انا عايز مثلا اعمل شكل هبدأ ارسم الايزومترك لازم الخطوط الخارجية بتاعة الايزومترك تكون واضحة تكون واضحة بالخط السميك المتصل طيب ايه كمان من الخطوط الخط المتصل السميك ده بستخدمه في ايه هنا على الشاشة سنقولة للخطوط الزهرة زي حواف الدوائر لما اجي ارسم دايرة استخدم الخط السميك اللي موجود عنه خط متقطع رفيع للخطوط المختفية وده بيكون واحد ملي متر لحد خمسة وثلاثين ملي متر ده الايه بقى لو انا دلوقتي انا انا هو انا قاعد كده دلوقتي او انا قاعدة هو دلوقتي شايف ايه شايفين ايه سنقولة شايفين وانا قاعدة وشي ودية وجسمي طيب حد شايف الاجزاء الداخلية اللي عندي حد شايف مثلا القلب حد شايف قلبي حد شايف مثلا الكبد حد شايف الامعاء حد شايف القفص الصدري اللي موجود لأ محدش شايفه طب هو معنى كده ان هو مش موجود او ملوش وجود لا طبعا كل الاجزاء دي موجودة الخط بقى المتقطع ده بيقولي ايه بيقولي ان الخط ده موجود في الرسم بس مش باين الخط موجود في الرسم عندي بس مش باين تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي نشوف مع بعض هنا ده الخط المتقطع معناه ان الخط موجود في الرسم بس ايه زي ما احنا قلنا بس مش ظاهر اهو جزء مش ظاهر على الرسم ده كده الخط المتقطع ده الخط المتقطع زي ما احنا شايفين جنب بعضه ده بستخدمه لإيه للخطوط المختفية طيب خط المحور احنا عارفين لما بديجي نرسم محور بنعمل إيه سنة أولى نرسمه بالقلم ده عشان يبين بنعمل إيه بنعمل شرطة كده ونعمل نقطة ده خط المحور كده خط المحور اهو خط المحور ده كده لو انا هرسم محور عايز اعمل مثلا محور لديرة كده وابدأ ان انا اعمل ايه اهو ده خط المحور اللي موجود عندي اللي هو شرطة ونقطة ده خط لو انا لو انا بستخدمه فيه المحاور ده الخط المحور تعالوا نشوفه مع بعض على الشاشة كده كمان خط المحور ده لتعيين المحاور ومراكز الدوير بستخدمه سنقوله علشان لو انا هعمل مركز لديرة انا عايز اعمل ديرة فبستخدم خط المحور خط رفيع متعرك ده بستخدمه الايه بقى لو انا عندي جزء كده مش هرسمه بستخدم الخط المتعرج اللي موجود عندي ده خط متصل رفيع ده لو انا عايز اعمل خطوط التهشير اللي موجودة كمان المسلس ال45 بستخدمه علشان اعمل بيه التهشير ايه هي بقى القواعد الاساسية علشان اكتب البيانات اول حاجة لازم احدد نهاية الخط براس او بسهم احط سهم اعمل خط وحط السهم يعني ايه يعني اعمل كده السنة اولى انا عندي مثلا الرسم بتاعي اعمل ايه احط الخط بتاعي كده ايه دي خط اهو وايدي كمان خط بستخدمه يكون اظهر من كده بس انا عمله عشان يبقى واضح واعمل ايه واحط ده كده واقول ان ده السهم اللي هعمل ايه ده هكتب عليه البعد البعد هنا مثلا ستين يبقى لازم اعمل الخطوط دي علشان اقدر ابين العلامات اللي موجودة عندي فيه مقياس رسم زي ما احنا اتفقنا ايوه فيه مقياس رسم هو اللي بيحددلي يبقى احنا كده اتكلمنا النهاردة عن ايه اتكلمنا عن الاساسيات في الرسم عرفنا انواع الخطوط اللي انا بستخدمها وانا برسم الخط السميك لو الخطوط الزهرة للاشكال او الخط الشرط او اللي هو فيه فيه فواصل ده الحاجات او الخطوط اللي موجودة بس مش ظهرة عندي كمان لو انا عايز اعمل محور بستخدم اللي هو الشرطة ونقطة كمان خدنا ايه خدنا المساطر وعرفنا ايه هي انواعها وخدنا المسلسات التلاتين ستين والخمسة واربعين والمسلس الارستو والالام الرصاص والبراجل وكل دي كانت اساسيات للرسم الفني ان شاء الله احنا كده حلقتنا خلصت ان شاء الله الحلقة الجاية هنبدأ بقى نجيب كل اللي احنا شرحناه مع بعض ده الادوات دي كلها وعرفنا بتستخدم ازاي ونبدأ بقى ننفذ رسمة مع بعض هنرسم بقى ايزومتريك هنرسم بقى مجسم هنرسم مجسمات هنرسم رسومات وهنبدأ ننفذ مع بعض كده حلقتنا انتهت وان شاء الله نتقابل في حلقة جاية وإلى اللقاء